الخوارج فائدة كده اختلف اهل العلم في تكفيرهم خوارج لهم كده امور يشتعرون به من اشهر ما يشتعر بالخوارج التكفير بالكبيرة عندهم مرتكب الكبيرة كافر مرتكب الكبيرة كافر وطعنوا في بعض الصحابة وكفروا بعض الصحابة وانكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الاخرة وانكروا الرجمة في الزاني لانه ليس في القرآن انكروا امورا امورا كثيرة وايضا من سماهم انهم يخرجون على الحاكم العادل يخرجون على الحاكم على الحاكم العادل اختلف اهل العلم في تكفيرهم وجدنا الامام الشافعي وجمهور الشافعية كما نقل الامام النووي وغيره على انه لم يكفرهم فرق ضالة مبتدعة لم يكفرهم وكذلك الامام احمد نقل عنه انه لم يكفرهم وشيخ الاسلام ابن تيمية فرق بين النوع والمعين يعني ايه قال من اتى بفعل من الافعال الكفرية لا شك انه جاء بمكفر يعني نقول جاء بفعل كفري لكن نقول بقى هو بعينه كافر لا انما لابد من وجود بقى يتحقق شروط وانتفاق شروط وانتفاق موانع وهذه لا تكون الا الاهل العلم يعني ليس كل ما جاء في الاحديث ان من فعل كذا فقد كفر يقوم انت تمسك سين او صاد من الناس وتقول ده ده كافر عشان عمل كده وده كافر عشان عملت كده لا هذا فهم ليس بصحيح انما نقول نعم هو جاء بعمل كفري او بفعل كفري لكن حتى تكفره لابد من ان تتحقق فيه شروط وتنتفى عنه موانع وهذا يقوم به اهل العلم وليس لأحد الناس